موسيقى 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 لنجاح التنقية الحاجة بقى مشروع العلاق احنا عندنا مشروع العلاق حتى فيه طفرة في زيادة يعني احنا امراض السرطانات وامراض الكبد والامراض كلها زوتنا فيها النسب وصلت لمئة الف كان زمان هي عشرين الف فقط اصبع عندي خمسين الف فشل وعند الحقن المجهري من تلات تلات بقت خمسة عندنا الاسنان من الف بقت الفين ونص حصلت طفرة كبيرة جدا في العلاق ودي مرضوطها على المحام ليه لان احنا وفرنا وفرنا داخل المحامي المشتغل لان انتوا عارفين موارد النقابة بتيجي امام الدمغة امام الحضور اتعاب المحاميه وده كله تم التعديل الجديد لقانون المحاميه ده احنا بفضل السيد النقيب في خلال لجنة الخمسين عمل باب كامل للمحاميين للدستور واول مرة في تاريخ الدستير ان يبقى فيه باب كامل للمحاميين وده يرجع الفضل الله ثم للنقيب اثناء وجوده في لجنة الخمسين بعد كده احنا فيه ضمانات موجودة ولكن هي المشكلة التعديلات الجديدة هيبقى فيها احنا عندنا جميع الجهات الهيئات القضائية بيتيجي بياخد وكير النيابة سانة على الاقل علشان ييجي وكير النيابة ويمسك محضر بييجي زابط الشرطة بيأخد محضرات قبل ما ييجي عشان يتأهل بييجي وناء الشرطة بيعملوا محضرات ويمكن الحمد لله بفضل ربنا لا بدرس في هذه الامر وذلك ان فكرة معهد المحامات نشأت واتطبقت على مستوى الجمهورية المحامين الدورة الاولى والدورة التانية انا بشوفهم في المحاكم الحمد لله بسم الله ومسو الله شغالين اولا من حيث اللبس ملتزمين بالحضور امام المحاكم كان بتحصل معهد المحامات ضرورة ملحة بعد الاكاديمية هيبقى 3 سنين 3 سنين الابتدائي عشان يدخل ابتدائي لابد ان يكون حاصل على تقدير لابد ان هو ياخد فترة الاكاديمية سنتين مدة الاكاديمية سنتين السنتين دول لابد المحام يدرس تيبقى سنة واحدة لو هو واخد ماجستير وفيه حاجة اضافة تانية الاكاديمية ان احنا دلوقتي انا عندي في المهد مشكلة ان غالبية المحامين بياخدوا ماجستير بقول لك أنا عندي امتحانات في الماجستير وامتحانات كذا الاكاديمية هتبقى تابعة عند شمس السنتين بتوحها هيبه ماجستير يعني المحامي بعد ما ياخد دورة المعهد عشان يتقايد داي هيبقى معه ماجستير يحق لي بقى ان هو ايه يحضر دكتوراه وان هو يبقى دكتور متخصص في هذا المجال طبعا العمل ده التنقية والاكاديمية والتشديد في الجدول التعديل هيبقى النقابة سيد جدوله يعني كيف فرنسا كان عندنا نسبة المحامين في فرنسا 36 ألف محام فقط يعني ما بيجيش محامي يدخل في جدوله اوه بيتحكم في جدوله قال لما يموت المحامي او ينحل معاش يبقى ايزا هنا يبقى انا المحامي فيه فرصة انما احنا الاعداد الكتيرة من المحامات دي مش من صالح مهنة المحامات لان مهنة المحامات محتاجة لان بقى اصبحت يعني الامر بالان جدول مفتوح اللي كل جاي واحد يعاد يدخل ويتقيد وانتو بتشوفوا في جلسات حلف اليمين الاعداد اللي بتيجي بالاضافة الاعداد اللي مش مشتغل اللي مش مشتغل ده مشكلة ده خطر عليك اولا انت بيأثر على المحامي في اتعاب وبيأثر على المحامي في كل حاجة وبيأثر على المحامي ان هو يبقى داخل مركز سرطة او نيامة مش عارف يتعامل او قدام المحكمة المناظر بتشوفها معهد المحامات والاكاديمية دي من انجح الهاجات التي تنسب للمجلس النقابة الحالي مجلس النقابة الحالي استطاع بفضل ان هو سيادة النقيب سامي عشور واتفاق المجلس كله على يد واحدة من اجل صالح المحاميين يعني اعنا عايز اقولك يمكن جلسات التنقية دي اتخذت لها اكتر من 15 جلسة احنا وجهنا ما لا يطيق بشر خلال المجلس احنا ليس هدفنا انتخابات ولا احنا عايزين انتخابات احنا هدفنا كان طرق المهن لان مهنة المحاميات رسالة ودي رسالة لابد ان احنا كلنا نحفظ عليها ونحترمها واحنا بتوجه للشكر لسيد النقيب على دعمه الداعم لي في كافر الشيخ في كل طلباتنا يعني انا مقرر في لجنة العلاق في كافر الشيخ حصلت طفرة في العلاق ما حصلتش قبل كده يعني انا عندي 16 صيدلية في كافر الشيخ كان عندنا صيدلية واحدة بتحكم في المحاميين عندي 15 مستشفى على اعلى مستشفى الجامعة تم التعاقد معها بفضل برضو معالي النقيب جي حضر وراح معايا التعاقد وتعاقدنا المستشفى العسكري كاملة عدد خمس سنين المحامين ما تعاقدش مهم اول جلسة تقدمت طلب لانسيات النقيب واتنشر على الموقع عندكم وتم التعاقد على 18 مستشفى احنا عندنا دلوقتي اطباء كتير يجي حوالي اكتر من 85 تعاقد على مستوى المراكز كلها فاصبع عندنا طفرة في العلاج احنا بنتوجه بالشكر للمعنى النقيب والمجلس والشكر لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر